اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على مواصلة العمل من أجل ترسيخ نهج الرقابة والمحاسبة في منظومة العمل الحكومي بما يسهم في رفع كفاءة وأداء مختلف الأجهزة الحكومية وتفعيل آليات المسئولية للحفاظ على الموارد وضمان استدامتها مشيرا سموه إلى استمرارية العمل بذات الوتيرة والفاعلية في التعامل مع مختلف الملاحظات والمخالفات بحزم وضرورة صون المال العام وأشار سموه إلى استمرار تعزيز الأنظمة الرقابية والإدارية بما يحقق الأهداف المرجوة ويصب في صالح الوطن والمواطن وقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء إلى إعادة هيكلة الرقابة الداخلية في الحكومة من أجل تعزيز أدوات الرقابة الداخلية مشددا سموه حفظه الله لدى ترأسه اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر الأكذبية اليوم لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018-2019 على ضرورة التعامل مع التقرير والملاحظات الواردة فيه باتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية وشفافية لتحقيق أقصى درجات الرقابة على المال العام وحسن إدارته بالطريقة المثلاء وثمن سموه التزام غالبية موظفي الجهات الحكومية بالأنظمة والقوانين مؤكدا أهمية الحرص على تعزيز ثقة المواطنين بكل ما يقدم لهم من خدمات من خلال استمرار تطوير الأداء بما ينعكس على جودة الخدمة الحكومية التي تقدم لهم بكل مهنية ومسؤولية وقدم سموه الشكر والتقدير لرئيس ومنتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهود الكبيرة المبذولة في إعدادهم للتقارير الدورية وما تجتمل عليه من ملاحظات مالية بما يصون المال العام من خلال العمل والإجراءات التصحيحية التي تتم من قبل الجهات الحكومية بناء على ما يتم رصده من ملاحظات في التقرير وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلي عن أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هذا العام وآليات التعامل معها على الأسس المنهجية التي تم اعتمادها أثناء مراجعة التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية والإدارية والمتمثلة في وضع معايير إدارية وقانونية محددة في ثلاث مسارات وقد تضمنت الملاحظات المحالة إلى النيابة العامة والتي تشوبها شبهة جنائية عشر ملاحظات وهي ملاحظات ملاحظتان بوزارة شؤون الإعلام وثلاثا بوزارة شؤون شباب والرياضة وواحدة بنادي الابديع الرياضي وأخرى بنادي النجم الرياضي وملاحظة واحدة بجامعة البحرين وواحدة بهيئة الكهرباء والماء وأخرى بشركة نفط البحرين بابكو وستة وعشرين ملاحظة سيتم إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشراعية من أجل تشكيل لجان تحقيق داخلية وأربعمائة وستة ملاحظات إجرائية سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة حيالها من أجل العمل على عدم تكرارها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة